السلام عليكم تمنى تكون لكم بخير والأخير اليوم جيت نشارك معكم واحدة بستيلة دارتها بنتغتي من ذاك الشر رفاية جمعت بين المقادر ديال البستيلة ملحة وبستيلة حلوة من غير انها ما دارت فيها تشي حاجة حلوة يعني العسل السكار لوالو ولكن المقادر الخرن ديال البستيلة الحلوة بحل بيض واللوز دارتون انا فلوز تغربت الفكرة ولكن مني تقتاجت اكثر 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 من رائعة يعني عجبتني بزاف فقلت عليش لما نشاركها معكم وخا ما صورتش التفاصيل ولكن ركو كلكم كتعرفوا بستيلة كيفش كتتحضروا كيفش وكيفش بالنسبة للمقادر اللي دارت دارت ثلاثة ديالتجاجات مع توما قصبور معدنوس كالقصبور كتر من المعدوس بالنسبة لثلاثة ديالتجاجات فتقريبا خرجوا ليها ثلاثة ديال البستيلات موين صغار ماشي كبارين بالسف ماشي صغارين بالسف موين ديال مزيان مزيان فهنا يدارت زيت بلدية ودارت القصبور ونمعدنوس ودارت التومة وغادي تدير العطرية اللي اللي كدر في البستيلة يعني بزار غادي تسمحوا لي اراني مروحة بزار تحميرا خرقوم بلدي راني حاولت نهضر ديالوقيت اللي كانت كالطيب ولكن راه كما عارفين الصداع ديال الدراري والهضراء وادا ما لقيت كان ان الفيديوهات كلهم الصوت ديالي ما كدتسمعش بزاف كتر من اللي كدتسمع الصوت ديالما اللي انضار لي كانوا يعني كانت انضار تبارك الله عمرا هنا دارت الملحة موين القيص ديال الملحة اللي غادي يكفي اللي شرميلة الجيش طبيعية الحال غسلاته مزيان وحمداته يعني غسلاته بالحامض وطبيعية الحال ملحاولك شي خلاته تنشف هنا يدارت سكنجبير مقادر اللي احنا كنعرفوهم ودارت كذلك معي القديل التحميرا قلتها كذلكم من كان قبل ودارت واحد العطرية هنتم غادي تشوفوها دابا واحد العطرية هي خاصة بالعطرية الحوت كدار في البسطيلة ديال الحوت نوغمان مو وهي دارتها التفادي ديال التاج مهم انا هاد المقادر كلها فعلا اعطاه واحد الناتجة اللي يزوينا بالساف واحد المعطاق اللي يزوينا بالساف هاد العطرية ما سولتاش الليها بالضبط غادي نسولها الليها من بعد نسيت داك النار ما سولش يعني فيك تاخدها ولا وش ديالك تصايبها ولا شنو مهم هما عطرية ديال خاصة بالحوت وفيها الريحة ديال الكروفات ما عمش بتضبط شنو زع ما دارت فيها ولكن هي قاتية عطرية ديال بسطيلة الحوت وصفي هاد شي لك يعني كيف كتلكم حاولت نصور غير الاساسيات اللقطات من كل حاجة لاناني ما مدركش انا نصور التفاصيل كنت مش غولت انا كنا عندي شي هاجة ما يدار انا دارت ضويمة ديال سافرة الحور حتى هي كتدار كتعطيوح المعطاق سوين عفتوش نو جاني هاد ال المعطاق ديال هاد البسطيلة المازيج بين المعطاق ديال ديال جاج محمر وديال البسطيلة الملحة اللي كان عارفو كلنا ديال ديال الجاج هنا يدارت ورقة ديال سيدنا موسام الموهم اعطات واحد هاد تشكيلة كلها اعطات واحد المعطاق بزاف صفي هنا غادي تشرم الدجاج وغادي تضيف عليه البسطيلة اللي انا ما صورتها ش طبيعة الحال اه هنا اللوز سلقاتو وقلاتو في الزيت هادوية الفكرة اللي قلت لكم انها مزيج بين البسطيلة حلوة وبسطيلة ملحة يا انا درت يا اللوز واللوز درتو درتو دروز بوحة كمية شفية كتيرها اللي جباين في البسطيلة وكذلك عطا فيها معداقة اللي يزوين بساف انا كيجملي اللوز حقها مع الدجاج محمار ولا مع بسطيلة انا البسطيلة حلوة ما كيجملي غير حيث كيكون فيها السكار والعسل سافي هنا يا جمعة طبيعة لحان بعد ما طب الجاج حي داته وصفات ذيك البسطيلة دارتها في احد الكسرولة اخرى وخلتها ضغمراتها في ذيك الكسرولة ولمرقة اللي بقات في القاملة طيبت فيها الشعرية الصينية هذيك البسطيلة من بعد ما طب الغمرات زادت عليها تقريبا ثمانية ديال البيضات كي بكتلكم راه الكيمية كبيرة لانها دارت تقريبا ثلاثة ديال البسطيلات غيرو ما ماشي كبار بزاف ولكن تلاتة ديال خرجت ذاك ديك الكيمية خرجت لها تقريبا ثلاثة ديال البسطيلات فدارت هذك البيض وخلاته طيباته مزيان وخلطاته من بعد مع دجاج من فرستات دجاج وخلطات شعرية صينية ودجاج و هذك البيض وبصلاة طبعا اللي ده غمرات جا رائع بزاف يعني واحد وكي كتشوفوا راه ماشي كتير الشعرية الشعرية دارتها قليلة ما كترتش بزاف يعني جا دجاج باين كتر من شعرية انا هكا كتعجبني البسطيلة ما تتعجبنيش البسطيلة اللي كتكون عامرة شعرية تعجبني البسطيلة اللي كتكون هكا كتكون يعني باين فيها دجاج كتر من البيض هذا البيض اللي كنت كان نوريكم لان اللي كنت كان ندارت عمال اه ودارت حتى الشمبينيون اه قلاتو اه شو شحراتو شوية دية الزبدة ومليحة وربزار ودارتو تهو خلطاتو معد معد الخالط هادا وصافي هاد شي اللي كينز عما كي قتلكم كاز تسمح ما مصمم صافي هنا يا كاتمانطي يعني دارت هاد الفرومج ديال ديال ساندويش هو اللي دارت فيها طبقه ديال الحشوة ودارت فوق منها الفرومج كاف تشوفو في الصورة ومن بعد غادي تزيد الطبقه اخرى ديال الحشوة ثاني وعاد غادي تزيد عو تاني الفرومج من فوق منها مرة ثانية وتعود دير عود ثاني واحد تبقى ثالثة دي الحشوة هات كتدير فوق منها اللوز مهرمش هذك اللوز هرمشاته تحلاته فطحانه اللي مشي مهرمش مشي مطحون بزاف يعني قريب يكون مطحون بزاف كما كان قوله فكي بكتليكم جات زوينة بزاف يعني الماداقجة رائع لأن داك اللوز عطاها واحد الماداق زوين على الفرماج داو اخلاص راها الناس اللي هما من العشاق دي الفرماج غدي يكونوا حاسين بالماداق ديالها يعني فعلا انا كتعجبني بس طيلة مالحة اللي كندير فيها أنا كندير فيها بزاف ديال الفرماج كندير فيها فرماج بحكوك وكندير فيها حتى هذا ديال الصندويش اللي كي لكها ولكن اعطتني الفكرة ديال انة اتزاد لها حتى اللوز مطحون فكرة زوينة بزاف يعني اعطتها وحل ماداق حمدا قليزوين بزاف وهانتم ما كتشوفو را تبارك الله البسطيلة كبيرة وعامرة نيت هادي اللي دارت صافي هنا يا كيف لكم اللوزوة هادا هانتم ما كتشوفو را هماشي مطحون يعني التولى بخاليني ولكن مطحون مهرمش مهرمش مزيان يعني ما عارش كيفاش نوصف لكم الصورة ولكن كتشوفوها قدامكم صافي كتدير ها الطبقة هكا ديال اللوز من الفوق وهد شي لي كاين هده هما المونتاج ديال بسطيلة الطريقة كذلك باش سدتها عجباتني بزاف يعني دارت لها واحد زواقة زوينة يعني وخام ما كملت شناية تصوير كنت ما عشو نمشيت كان قضي باش رجعت دارت هاديك ديك زواقة من التحت جات بحشكل ديال 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 فراشة عدل توق من هاديك الورقة بقات كي يبان داك الدكور تحت من ديك الورقة اللي دارت من اللي فوق فكل واحد كي زوق على لحسب دوق دياله ماشي ماشي شرط صافي هنايا كذلك زين كل واحد ركيزينها باش مما بغا هي زينتها بالفورماج محكوك داك ديال البلوك ديال اللا فاشكيغي كي جزوين تاوا كي عطوح ما تاقزوين وزوقاتها بالبيضة ديال كي بقيت لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اتمنى تعجبكم الفيكرة ديال بسطيلة وتجربوها وترطو علي الخبار بسلام عليكم